السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ موسى ربنا يبارك فيك بخير يا فندم الله ازاي حضرتك عامل ايه ربنا يبارك فيك الحمد لله بخير والله الحمد لله معلش انا عندي حلم من حوالي اسبوع كده واستفسار بعد الحلم ان شاء الله تحت امرك انا من حوالي اسبوع كده حلمت اني بنت خالي بنت خال والدتي عندي في البيت هي ووالدتها فضالي معاك يا فندم بس فبصيت لقيتها قاعدين عندي كده في البيت وايه وزي اللي انا مكسوفة او محرجة ان انا ايه اقدم لهم ايه مش عارفة اقدم لهم ايه طيب فضال مكسوفة اني في جبنة عندي في التلاجة فبصيت لقيت جوزي جمي الشغل وبيقول لي ايه حطيلي لقمة رحت حطاله جبنة اللي هي في التلاجة الجبنة القريش اللي هي بتاعة البلاد دي وحطيتها لي وكده بصيت لقيتهم هما ايه كل واحدة مسكت رجيف وراحت حشياء كده وايه ومسكت وقاعدت ساكل فيه فقمت انا اتكسفت قلت لهم طب مش كنت قلتولي وكنت حطت لكم والله فانا بقيت مكسوفة فرحت ايه عملت الشاي جبت الشاي وعطة صبه ولقيتهم ايه كل واحدة مسكة رجيف كده وقاعدين مع جوزي وجوزي لبس جلبية وبيضة كده وقاعد وقاعدين بيأكلوا مع بعض وبس وقاعدت انا ايه اصبوا لهم في الشاي وكده فايه يعني زي اللي انا بقيت يعني محرجة ان ايه هي جبنة بس اللي عندي قدمتها فبقيت زي اللي مكسوفة وصحيت من الحلم على كده طيب تابعين ايه الاستفسار اللي عندك الاستفسار انا مبارح كنت اعبع في الصالة في بيتي وفتح البلكولة وبصلي على سيدنا محمد وانا قاعدة يعني اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بصيت والله يا شايف موصة والله اعلى واعلم كمان اني لقيت لك السماء كده نورت نور ابيض مرة واحدة مع الغروب الكلام ده وعملت انا قلت البنتي جانبي بقول لها ايه ده فيه برق قالت لها يا امي مفيش برق فببص كده بعد ما انا ارتحت كده قلت لها يا بنتي والله اذا انا شايف السماء نورت مرة واحدة وعملت زي البارع كده بالظفر والله اوه الاستفسار ده والله اعلى واعلم طبعين يا فدو مما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكسروا علي من اكسروا من الصلاة علي فانها نور لكم عند ظلمة الصراط واذا كان هناك نور ظهر في السماء فانك عندما صليت على رسول الله صلى الله عليك عشر واذا رأيت النور فان اعظم نور هو نور الحق لان الله قال الله نور السماوات والارض ثم نور رسول الله قد جاءكم من الله نور ثم نور القرآن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ثم نور الاسلام ام فمن شرح الله صدره للاسلام ثم نور الايمان ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فانك جمعت بين هذه الانوار بالصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم واما عن الرؤية لانا شفت عندي حد في بيتي دخول الناس البيت عندي ده سكنة واطمئنان وراحل الكل وسط والله جعل لكم من بيوتكم سكنة ودخول الضيف عندي هي بشارة الاتاك حديث ضيف ابراهيم المقرمين اذ دخلوا عليه دخلوا عليه ليه عشان يبشروه بالزرية والضيف اذا دخل البيت واكل ارتحل بذنوب اهل البيت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ولما بأشوف ان انا بعد لزوجي برضو الاكل اهل الرز ولما يكلوا ويشربوا برضو رز والله اعلى واعلم